بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تومهوك وكروز لماذا تنشر أمريكا صواريخ طويلة المدى في ألمانيا وكيف سترد روسيا للإجابة عن هذا السؤال الهام كونوا معنا حتى النهاية جاء الإعلان عن خطط لنشر صواريخ أمريكية من طرز تومهوك وكروز بعيدة المدى في ألمانيا على هامش قمة الناتو ليثير غضب روسيا وتهديدات برد عسكري فما قصة هذا التصعيد ولماذا الآن ووفقا لما أعلن عنه البيت الأبيض والحكومة الألمانية الخميس 11 يوليو تموز تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية معاودة نشر أنظمة تسليح تقليدية يصل مداها إلى الأراضي الروسية حيث يبلغ مدى صواريخ طويلة ماهوك وكروز الأمريكية إلى أكثر من 2500 كم بينما تبعد موسكو عن برلين 1600 كم فقط هذه هي المرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة واشنطن والمعسكر الشرقي بقيادة موسكو التي تقدم فيها أمريكا على هذه الخطوة وهو ما أثار رد فعل غاضب من جانب روسيا وتهديدات بالرد العسكري نشر صواريخ أمريكية حرب باردة جديدة جاء الإعلان عن هذا الاتفاق على هامش قمة حلف شمال الأطلس الناتو التي تستضيفها واشنطن بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف العسكري الغربي ويشمل القرار نشر صواريخ كروز غير نووية من طراز دومهوك واس ام ستة وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت على الأراضي الألمانية اعتبارا من عام الفين ستة وعشرين أعاد هذا القرار بمجرد الإعلان عنه أجواء الحرب بين الاتحاد السوفيتي والغرب بقيادة أمريكا وتسبب في حرب كلامية بين موسكو واشنطن في توقيت يشهد فيه بالفعل تصعيدا كبيرا بين الطرفين على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير شباط الفين اثنين وعشرين إذ أثار إعلان الولايات المتحدة عن خطة لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا للمرة الأولى منذ الحرب الباردة مقارنات بأزمات الصواريخ الأوروبية في الثمانينيات بحسب تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية وتبادل المسؤولون الروس والأمريكيون الاتهامات بالتحريض على التصعيد بينما حذر خبراء الحد من الأسلحة من أن نشر الصواريخ الأمريكية في القارة الأوروبية يمكن أن يؤدي إلى سباق تسليح جديد كيف بررت ألمانيا القرار؟ من جانبه دافع المستشار الألماني أولاف شولز عن القرار وقال أنه يتناسب تماما مع الاستراتيجية الأمنية لحكومته على الرغم من الانتقادات التي أثرتها هذه الخطوة وسط مخاوف من أنه قد يجعل ألمانيا أكثر عرضة للهجوم كشف شولز أنه تم إقرار نشر أسلحة بعيدة المدى في الاستراتيجية الوطنية الأولى لأمن جمهورية ألمانيا الاتحادية قبل عام مضيفا ولهذا السبب فإن قرار الولايات المتحدة يتماشى تماما مع هذه الاستراتيجية التي ناقشناها علنا منذ فترة طويلة بحسب تقرير لشبك الدي دابليو الألمانية وعلى هامش قمة الناتو قال شولز للصحفيين نعلم أن هناك تسلحا هائلا في روسيا بأسلحة تهدد الأراضي الأوروبية وأضاف أنه على مدار فترة طويلة تمت مناقشة كيفية الرد على هذا التحدي إلى جانب مظلة الحماية النووية للناتو بوسائل الردع التقليدية انتقادات ألمانية للقرار لكن اللافت هنا هو أن شولز نفسه كان قد احتج في ثمانيات القرن الماضي عندما كان سياسيا شابا في الحزب الاشتراك الديمقراطي على قرار مزدوج لحلف الناتو كان يتضمن ضمن أمور أخرى نشر صواريخ متوسطة المدى من نوع بيريشينغ 2 والتي تم سحبها مرة أخرى بعد نهاية الحرب الباردة عام 91 وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن تكون هناك معارضة كبيرة داخل ائتلافه الحاكم ضد عودة مثل هذه الأسلحة ذات المدى البعيد إلى ألمانيا بما في ذلك من داخل حزب الاشتراكي قال شولز تم إعداد هذا القرار منذ وقت طويل ولن يكون هذا مفاجئ قال شولز تم إعداد هذا القرار منذ وقت طويل ولن يكون هذا مفاجئة حقيقية بالنسبة لكل من يشتغلون بالسياسة بشأن الأمن والسلام ولفت المستشار الألماني إلى أن قرار نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا يتماشى تماما مع استراتيجية الأمن للحكومة الاتحادية الألمانية التي تمت مناقشتها علنا لكن سياسيون من حزب الخضر الألماني انتقدوا موافقة شولز على السماع بتواجد الصواريخ الأمريكية على الأراضي الألمانية بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ويشكل حزب الخضر جزءا من الاقتلاف الحاكم الذي يتزعمه شولز وأوضحت المتحدثة باسم الخضر لشؤون الأمن صار ناني إحباطهم من القرار وقالت لصحيفة رانيش بوست يمكن أن يزيد ذلك من المخاوف ويترك مجالا للتضليل والتحريض لماذا هذا القرار الآن؟ وزير الدفاع الألماني قال خلال حديثه في قمة الناتو في واشنطن إن الفكرة وراء الخطة الأمريكية يتشجيع ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى على وضع استثماراتها الخاصة في تطوير وشراء صواريخ طويلة المدى وأوضح أن النشر المؤقت للأسلحة الأمريكية من شأنه أن يمنح حلفاء الناتو الوقت للاستعداد نحن نتحدث هنا عن فجوة خطيرة بشكل متزايد في القدرات في أوروبا وفي هذا السياق دشنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا الخميس مبادرة لتطوير صواريخ كروز تطلق من الأرض ويزيد مداها على 500 كم لسد فجوة في الترسانات الأوروبية تقول تلك الدول أن الحرب الروسية في أوكرانيا كشفتها ووقع وزراء دفاع الدول خطاب نوايا بهذا المعنى على هامش كم حلف شمال الأطلس الناتو في واشنطن إذ انضم بترينوس إلى زملائه في فرنسا وإيطاليا وبولندا في التوقيع على خطاب النوايا الهادف إلى تطوير صواريخ طويلة المدى في أوروبا وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن الهدف من النهج الهجوم الأوروبي طويل المدى هو تحسين القدرة الصاروخية الأوروبية والتي كانت في أمس الحاجة إليها لتحسين قدرة الردع في قراتنا والدفاع عنها لم يتأخر رد الفعل الروسي بطبيعة الحال إذ أكد نائب وزير الخارجية الروسي سرغي راباكوف أن قرار واشنطن وبرلين نشر صواريخ فرط صوتية وطويلة المدى على الأراضي الألمانية يهدف إلى الإضرار بأمن روسيا مشيرا إلى أن موسكو سترد بهدوء ومهنية على الخطوة الأمريكية حلف الناتو الآن متورط بشكل كامل في الصراع في أوكرانيا بحسب راباكوف مضيفا أن قرار نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى على الأراضي الألمانية ما هو إلا حلقة في سلسلة متواصلة من التصعيد من جانب الناتو بحسب الجارديان أما ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الحكومة الروسية فقد قال إن هذه الخطوة تمثل تهديدا غاية في الخطورة على روسيا مضيفا أن موسكو ستقوم بتحليل هذه الخطوة بشكل متأنت ومنسق لاتخاذ الإجراء الكفيل باحتواء حلف الناتو ثم ردت واشنطن على الرد الروسي حيث قال جيك سيليفان مستشار الأمن القوم الأمريكي ما سنقوم بنشره في ألمانيا عبارة عن قدرات دفاعية شأنها شأن القدرات الدفاعية الكثيرة الأخرى التي قمنا بنشرها على أراضي الحلفاء خلال العقود الماضية ولن تردعنا التهديدات الكلامية الروسية عن القيام بما نعتقد أنه ضروري للحفاظ على قوة تحالفنا قدر المستطاع وماذا بعد؟ تطرح هذه الخطوات التصعيدية والاتهامات المتبادلة بين واشنطن وموسكو سؤالا بديهيا إلى أين قد تصل الأمور إذن؟ أو ما هي الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة المتواصلة من التصعيد المتبادل منذ بدأت الحرب الأوكرانية قبل أكثر من عامين ونصف العام وهذا بالتحديد ما طرحه كريستين مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين حيث قال للجارديان أولا تبدأ روسيا تطوير ونشر صواريخ متوسطة وطويلة المدى أولا تبدأ روسيا تطوير ونشر صواريخ متوسطة وطويلة المدى في خرق للاتفاقية بشأن تلك الصواريخ ثم تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاقية ذاتها وتقوم بنشر نفس الصواريخ ثم سترد روسيا عن طريق نشر الصواريخ ذاتها هل لدى أي طرف خطة ما أم أن الجميع تصرف دون تفكير تبدو هذه التساؤلات في محلها تماما بالنظر إلى ما وصلت إليه الأمور منذ أن انفجرت الأزمة الأوكرانية التي هي بالأساس أذمة جو سياسية ممتدة منذ نهار الاتحاد السوفيت السابق وتحولت إلى الحرب الأكبر في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية ففي البداية كانت هناك خطوطا حمراء بدت إدارة الرئيس الأميركي بايدن حريصة على عدم تخطيها مثل إرسال أنظمة تسليح غربية يمكن أن تستخدمها كييف في ضرب الأراضي الروسية وبخاصة أنظمة الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المتقدمة لكن مع مرور الوقت سقطت تلك الخطوط الحمراء وأصبحت الأسلحة الغربية المتقدمة متواجدة بوفرة بين أداء وأصبحت الأسلحة الغربية المتقدمة متواجدة بوفرة بين أيدي الجيش الأوكراني وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين ونصف العام تقريبا على اندلاع الحرب التي تصفها موسكو بأنها عملية خاصة لحماية الأمن القومي بينما يصفها الغرب بأنها غزو عدوان غير مبرر إلا أن الأمور باتت شبه متجمدة في ساحة المعركة والسؤال هنا إلى متى وكيف يمكن ضمان أن لا تتسبب هجمات أوكرانية في العمق الروسي بأسلحة أمريكية في سقوط قتل روس في رد فعل روسي يتجاوز حدود أوكرانيا يطم طرح هذه الأسئلة في كل مرة يتخذ أحد الأطراف خطوة يراها الآخر تصعيدية لكن في النهاية يتم تهديئة الموقف فماذا لو وقع خطأ أو قرر طرف ما تخطي سياسة حافة الهاوية هذه بناء على تقديرات خاطئة لرد فعل الطرف الآخر الحديث هنا عن القوتين الأكثر تسليحا بسلاح نهاية العالم الترسان النووية فروسيا هي أكبر قوة نووية تليها الولايات المتحدة وأي الصراع نووي قد يتسبب في تدمير الكوكب بأكمله أو شبه تدمير وليس فقط طرفي الصراع لكن يبدو أن هذا آخر ما يشغل بال الأطراف المستمرة في مسار التصعيد دون خطة لكبحه بحسب أغلب المراقبين في الختام متابعين الأعزاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا